نادي الزمالك ويعني بعض الأخبار هنتلع على فاصل ونستابل ديوفنا بعد الفاصل عبد الرحمن مجدي وأحمد مجدي وإحنا بنتكلم على الزمالك وبكرة مباراة وإمام بروكسي فيه اتنين لعيبة كانوا منتظر إنهم متوجدين في هذا الماتش ولكن اتجددت إصابته فتوح وعمر السيسي هي نادي الزمالك ممكن كمان بعض الأمور الخاصة بالحظ شوية مش في معاه يعني كل حاجة وقفة مع نادي الزمالك خصوصا فيه اتنين لعيبة زي كده فيه ناس تقولك يا عام ده ماتش في كاس مصر ويعني مش مهم سنة اللعيبة يبقوا موجودين ولكن وجود اللعيبة في الملعب وإن هما يشاركوا في ماتش زي ده تخليهم إن هما يعني تبقوا موجودين في الملعب رجليهم في الملعب وبالتالي الحظ لما بيبقى إن اللعيبة تتجدد إصابته مرة تانية أنت برضو أكيد كمدير فني عايز يشوف كل اللعيبة أكيد بيحزن بعدم وجود هؤلاء اللعبين طيب خبر النهاردة خاص بعبد الشافي محمد عبد الشافي نجم نادي الزمالك إنه بيفكر في الأتزال في نهاية الموسم هي شخصية محترمة لعيب كويس جدا ملتزم ما تسمعش صوته خالص يعني أعتقد إنه ما بيفكر في كده يبقى هو عامل حساباته شايف نفسه لأن في الآخر الكرة هي اللي بتبطلك يعني غزبا عنك أنت بالتالي بتلاقي نفسك قدراتك وتفكيرك يعني مش ماشي مع التوقيت الحالي فبتقول لا خلاص أنسب وقت وأنسب معادلية هو دلوقتي عبد الشافي شايف كده إن الكرة بتقوله لا خلاص ما تكملش ده أفضل لك عشان تفضل بنجميتك واعتزاز جمهيرك بك وبالتالي ده تفكير عبد الشافي معذكر منتخبنا الأولمبي إن شاء الله